مع وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الموصل لإلقاء خطاب النصر وإعلان تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش ينشغل كثير من المراقبين في العراق وغيره بمستقبل تنظيم الذي احتل مناطق كبيرة في العراق وسوريا لفترة طويلة في وقت تتحدث فيه تقارير عن فرار قادة تنظيم وأفراده عبر شبكة أنفاق كانوا قد أنشأوها في حين تتحدث تقارير أخرى عن تسرب هؤلاء وسط المدنيين والنازحين داخل العراق ما هو مصير مقاتلي داعش بعد هزيمتهم في الموصل في التقرير التالي سبعة ألاف مقاتل من داعش في الموصل وضعفهم كانوا في محيطها هذه الحصيلة التي تحدث عنها رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي في أكتوبر الماضي قبل بدء عملية تحرير الموصل والتي بلغت مع إعلان تحرير المدينة بضعة مئات وقيل أنهم عشرات مصير هؤلاء المقاتلين أيًا كان عددهم يشغل المراقبين إذ يرى هؤلاء المراقبون أن التنظيم ربما يعاني في المرحلة الحالية من تعرض وجوده للخطر في ظل الهزائم المتتالية التي مني بها على مدار الأشهر الماضية وأنه ربما سيجهد للحفاظ على بقائه بعد أن كان يتحدث في مرحلة سابقة عن فكرة التمدد وتترابح السيناريوهات المتوقعة لمستقبل داعش وفق المراقبين بين تسرب أفراده وانتقالهم إلى مناطق عراقية أخرى مكونين جيوباً جديدة أو الانتقال إلى الأراضي السورية حيث ما يزال التنظيم يحتل مناطق شاسعة على الحدود بين البلدين وبجانب ذلك يترح المراقبون احتمالات عودة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم إلى بلدانهم الأصلية التي قدموا منها حيث تزيد المخاوف في ظل هذا الاحتمال من تحول هؤلاء إلى ما يعرف بالذئاب المنفردة الذين يقومون بشن هجمات منفردة لكنها توقع العديد من الضحايا لكن الاحتمال الأقوى يتمثل في انتقال مقاتلي داعش الفارين من العراق ومن سوريا في حالة حسم معركة الرقة إلى مناطق صحراوية شاسعة في دول تشهد نزاعات داخلية منها أفغانستان وليبيا حتى وإن لم يتمكن من الإعلان مجددا عما يسميه دولة الخلافة كما كان في السابق أي خلال احتلاله لمناطق واسعة في العراق وسوريا وكثيرون يلاحظون التواجد المتزايد للتنظيم في منطقة سيناء المصرية وأيضا على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا ومهما كان مصير هؤلاء المقاتلين يتفق المراقبون على أن التنظيم بدأ يتفتت وإعلان نهايته بات مسألة وقت لا أكثر